موسيقى النظام السوري يقصف مناطق في دير الزور وريفي حما الشمالي موسيقى بريطانيا تقدم اقتراحا للاتحاد الاوروبي بشأن مكافحة الارهاب وفرنسا تحذر من هجمات ارهابية محتملة بنغلاديش توجه انذارا بشأن ازمة الروهينغا في الجمعية العامة للامم المتحدة السلام عليكم واهلا بكم مشاهدين الى نشرة اخبار اليوم قتل 22 مدنيا وجرح اخرون بقصف جوي على مدينة وبلدة قريتين الشرق دير الزور شرقي سوريا الخضعة لاحتلال تنظيم داعش وقال ناشطون ان طائرات حربية يرجح انها روسية قصفت بلدة خشام ما ادى لقتل 12 مدنيا وجرح العشرات بينهم اطفال ونساء في حصيلة اولية تعرضت مناطق في بلدة لطامنة في ريف حماء الشمالي لقصف من قوات النظام من دون رود معلومات عن خسائر بشرية وفق ما قال المرصد السوري لحقوق الانسان واضاف المرصد ان قوات النظام استهدفت مناطق في قرية القاهرة الواقعة في سهل الغاب في ريف حماء الشمالي الغربي كما اشار المرصد الى وقوع خسائر بشرية جراء قصف تعرضت له مناطق في قرية عطشان في ريف حماء الشمالي الشرقي من جهة اخرى بدأت بريطانيا بتجميد اصول وممتلكات عائلة رئيس النظام السوري بشار الاسد التي تتضمن عقارات بعشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية في خطوة وصفتها جريدة التايمز بانها جاءت متأخرة اذ تأتي بعد سنوات من المطالبة بها اعلنت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة نيكي هيرلي ان جهود بلادها لن تتوقف حتى تستقر سوريا وذلك سيكون من دون وجود الاسد في سدة الحكم واضافت بانه لن يكون هناك دور لايران في سوريا بعد القضاء على داعش والى العراق اذ قتل شخص واصيب عشرة اخرون في انفجار سيارة ملغومة في مدينة كاركوك العراقية المنتجة للنفط ووصف بيان لوزارة الداخلية العراقية الهجومة بانه اعتداء ارهابي ولا علاقة له بالتوتر الناجم عن خطة الاكراد تنظيم الاستفتاء يوم الخامس والعشرين من سبتمبر ايلول قالت وسائل اعلام عراقية انه تم فرض حظر للتجوال وتعطيل الدوام الرسمي في قضاء المقدادية في محافظة ديالة بعد هجوم انتحاري اصفر عن قتل واصابة تسعة اشخاص على الاقل وتفيد تقارير بان الهجوم نفذ من قبل ثلاثة متشددين فجر احدهم نفسه ولازل اثنان اخرى تطاردهما قوات الامن اكدت مصادر لاخبار الان تحرير منطقة عكاشات غربي محافظة الانبار من احتلال داعش بالكامل بعد ساعات قليلة من اعلان انطلاق المعركة التي تهدف الى تحرير كامل محافظة الانبار من احتلال التنظيم المتطرف التقرير التالي والتفاصيل معركة جديدة اعلنتها القوات العراقية لتحرير ما تبقى من اطراف البلاد الغربية من تنظيم داعش ساعات قليلة من بدء المعركة حتى سيطرت القوات العراقية على منطقة عكاشات الواقعة بين مدينة الرطبة وقضاء القائم غرب الانبار في معركة شاركت فيها كل القطاعات الامنية والحشد العشائري مصادر لاخبار الان تحدثت عن تقدم القوات العراقية في المنطقة ان افراد داعش انسحبوا من عكاشات بعد ساعات قليلة من انطلاق معركة لتحريرها مؤكدين انه لم يتمكن التنظيم من صد الهجمات العنيفة التي شنتها القوات العراقية ما دفعهم للانسحاب نحو قضاء القائم على الحدود السورية المصادر اكدت ايضا ان داعش اعتمد على زرع العبوات الناسفة على الطريق المؤدي الى المجمع السكني وسط الاكاشات وسكة الحديد الا ان ذلك لم يوقف تقدم القوات المهاجمة التي شرعت بتطهير المنطقة بعد اعلان التحرير مباشرة العمليات التي انتهت بعد ساعات من اعلانها انطلقت من قضاء الرطبة الذي خسر فيه داعش كل مواقعه اذ يقول قادة امنيون ان المعركة بدأت من تلك المنطقة لما لها من اهمية استراتيجية يستخدمها التنظيم في شن هجمات على قضاء الرطبة وعدد من المناطق في غرب الانبار مثل كبيسا وهيت العمليات التي يشارك فيها طيران الجيش العراقي باسناد القطاعات الامنية ستكون على مراحل بدأت بتحرير الاكاشات لتتجه بعد ذلك القوات لتحرير قضاء القائم وعانى وراوة ما دفع قادة اسكريون للتأكيد ان داعش لن يصمد كثيرا في تلك المنطقة الصحراوية لما لها من طبيعة مكشوفة للطيران العراقي والقوات العسكرية في محاور القتال اهلا بكم من جديد قالت الحكومة البريطانية في بيان انها ترغب في ابرام معاهدة امنية جديدة مع الاتحاد الاوروبي تتيح استمرار التعاون بين الطرفين في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والارهاب بعد خروج بريطانيا من الاتحاد واضاف البيان ان ابرام مثل هكذا معاهدة من شأنه ان يحول دون ظهور ثغرات عملانية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي والمتوقع حصوله في 2019 قالت وزيرة الداخلية البريطانية امبر راد ان مستوى التهديد الذي تواجهه البلاد سيبقى عند حرج فيما اشادت بالشرطة لقيامها باعتقال شديد الاهمية بعد تفجير في قطار انفاق في لندن اصاب نحو ثلاثين شخص واعتقلت الشرطة الشاب يبلغ من العمر 18 عاما في مدينة كينت في جنوب شرقي انجلترا يشتبه في تورطه بالهجوم الارهابي الاخير اعربت الشرطة الفرنسية عن قلقها من قيام ثلاثة متشددين في الاوينة الاخيرة بدعوة اتباع التنظيم الى اخراج القطارات عن مساراتها في هجماتهم الارهابية في اوروبا ليضاف هذا الاسلوب الى استخدام السيارات لصدم الحشود واستهداف قوة الامن وقالت الادارة العامة للشرطة الوطنية في مذكرة نأشرتها في سبتمبر وكشفتها صحيفة اللوباريسيان بسبب تشجيع الدعاية المتطرفة اخيرا على التخطيط لاخراج قطار عن سكته يجب ان ينصب اهتمام خاص على تداول اي معلومات تتصل بعملية تسلل او محاولة تخريب في مناطق عمل القطارات حذرت الوكالة المختصة في مكافحة الارهاب والاجرام في الاتحاد الاوروبي من ان تنظيم داعش ما يزال يحتفظ بقاعدة صلبة من المؤيدين المؤلين له عبر الانترنت واوضحت وكالة يوروبول انها كشفت وجود اكثر من الف كيان على شبكات التواصل الاجتماعي بمضمين تمجد الارهاب وتحرد على العنف والكرهية التفاصيل في تقرير الزميل عمر سامر راي في الوقت الذي يخسر فيه داعش معاقله في سوريا والعراق اخرها تلعفر والمصل لم يعد لمؤيديه او من يسميهم التنظيم المناصرون حول العالم امل في خلافة مزعومة سقطت من حيث بدأت فبات هؤلاء المناصرون فاقدي اهم عناصر الدعم المعنوي والمادي من تنظيم يزول يوما بعد اخر بالرغم من ان داعش خسر منصاته الاعلامية فضلا عن مصرع كبير منسقي صفحاته المؤيدة على مواقع الانترنت بقصف جوي في دير الزور وملاحقة هذه المواقع عبر حملة عالمية الا ان التحذيرات الدولية من ان الفكر الارهابي ما زال موجودا من خلال مؤيدي التنظيم ويمكن ان يطول امد التخلص منه على جانب اخر كشفت الهجمات الارهابية الاخيرة في اوروبا عن قلة حيلة ذئاب داعش المنفردة واعتمادهم على اساليب بدائية في الهجمات واخرها الهجوم الذي استهدف مترولندن هاجس الارهاب الذي ما زال يخيم على اوروبا دفع الشرطة الاوروبية الخاصة بمكافحة الارهاب والاجرام يوروبول الى اصدار بيان تحذر فيه من ان تنظيم داعش ما زال يمتلك قاعدة صلبة من المؤيدين على الانترنت على الرغم من التراجع النسبي لدعايته الرسمية نشاط التنظيم المتزايد على الشبكة العنكبوتية وبالرغم من التضييق الذي يمارسه مزودو خدمات الانترنت يظهر جليا في منصات صغيرة ومنتديات عبر الانترنت تضم اكثر من الف كيان بمضامين تمجد الارهاب وفق ما قالت الشرطة الاوروبية وسبقا اعلنت بريطانيا عن خطة لمحاربة نشر المضمون المتشدد على الانترنت عقب الهجمات الاخيرة التي استهدفت اراضيها ودعت رئيسة الحكومة رزمي الى استخدام وسائل قادرة على تحديد المضامين التي تدعم الارهاب على الانترنت لوقفها بثت مؤسسة السحابة التابعة لتنظيم القاعدة تسجيلا صوتيا جديدا لحمزة بن لادن نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق السامة بن لادن يحث فيه الفصائل المتشددة المقاتلة في سوريا على المصالحة كهيئة تحرير الشام التي نجم عن خلافها انشقاق جيش الاحرار المنبثق عن جماعة احرار الشام وخروجه بشكل نهائي عن الهيئة ولفت في كلام حمزة بن لادن تدخله لحل الخلاف الذي وقع بين ابو محمد الجولاني وشرعيي الهيئة عبدالله المحيسني ومصلح العلياني كما دع الجولاني وقادته العسكريين الى الاصغاء لدعوات من من وصفهم بالمشايخ هذا التسجيل الجديد يثبت ما ورد من شائعات مؤخرا حول موت زعيم تنظيم القاعدة ايمان الظواهري فهو غير قادر على ادارة المصالحة في سوريا بين فصائل القاعدة المتقاتلة هنا فتحول هذا الملف الى حمزة بن لادن عديم الخبرة غير الناضج وغير الكفء وريث القاعدة واموالها عن ابيه وهو ما سيقود القاعدة وفصائلها من فشل الى فشل اكبر ما هي القيود الملتفى حول عنق حمزة بن لادن وهل بامكانه ان يتحرر منها وما الذي خطته الظواهري لحمزة اليكم تحليلنا اذا كان الشاب عديم الخبرة حمزة بن لادن سوف يحصل على سلطة القاعدة كما لو انه يحصل على ورثة من والده فان هذا من شأنه ان يفضح نفاق القاعدة وحمزة معا لطالما صرحت القاعدة بانها ضد ما يسمى انتقال السلطة عبر السلالة هذا كان جزءا من الطريقة التي حصلت القاعدة على داعمين ومؤيدين لها اذا كان حمزة حالة استثنائية فان مؤيدي القاعدة سوف يشعرون بالخداع من قبل سلالة بن لادن من خلال الترويج لحمزة فان القاعدة تثبت بانه لم يتبقى اي شخص اخر لقيادة التنظيم فلم يعد لديها قادة اكفاء وبالتالي فقد بدأت القاعدة باعطاء الالقاب القيادية للاطفال نبرة حمزة هي نبرة طفل مدلل يعتقد بان اموال ابيه واسمه يسمحان له بالتحدث بازدراء مع الاخرين وايطائهم الاوامر للتضحية بحياتهم من اجل الانتقام لاسم عائلته من الغريب ان يقوم شخص كان كل شيء متوفر لديه من قبل عائلته بطلب التضحية من الاخرين ولما كان العشرات يقتلون ويصابون في عقاب اعمال والده في افغانستان تم ارسال حمزة للعيش في سلام وراحة في ايران ربما كطريقة للتعويد عن افتقاره للمعرفة والخبرة يبدو حمزة على استعداد لخيانة ما يسمى حدود والده حتى يظهر بصورة الشخص الشديد القوي بعين عامة الناس هذا الشاب المتطرف يبدو اكثر استعدادا للذهاب الى ابعد من معايير والده وان يخوض فعال بمحشية داعش من اجل بناء اسم لنفسه في حين سعى والده لتقليل الهجمات ضد الابرياء في محاولة لخداع الناس فان ابنه على استعداد بان يخاطر بشكل اكبر ببساطة من اجل ان يبدو شديدا ومن اجل تعزيز صورته الضعيفة منذ وفاة والد حمزة كان الظواهر حريصا على استغلال اسم بن لادن الى اقصى حد ممكن للتعويض عن فشل الخاص وعدم الاستئناف والفشل العام للقاعدة اصدر الظواهر سلسلة من اشريطة الفيديو بعنوان ايام مع الامام كذريعة لمواصلة الاسغاء الى ما كان يسميها بن لادن ايام المجد الان يستخدم الظواهر ابن بن لادن لتحقيق ذلك بالنسبة للضواهر فان حمزة ليس سوى دميا يستخدمها سوى ان كان حمزة يدرك ذلك ام لا الظواهر الذي تمكن من الاستغناء عن جميع رفاقه من المرجح ان يستخدم حمزة كدميا لتخفيف الضغط الذي يتعرض له بالنسبة لادباع القاعدة المعارضين لقيادته حمزة لا يزال غير ناضج وغير كفء يطمح الى القيادة بطريقة غير شرعية اضافة الى ذلك فان اولئك الذين يفترض انهم من انصار حمزة هم على دراية ايضا بنقاط ضعفه ولكنهم يريدون استخدامه لفترة ما الوقت وايا كان الجانب الذي سيضغى فان حمزة سيكون هو الخاسر وكما هو الحال مع العديد من الرجال الاخرين في القاعدة فان قيمة حمزة الوحيدة في التنظيم هي ان يكون وقودا لمحرقة الظواهر بحيث يمكن للظواهر ان يمدد عمره لفترة اطول بقليل هل يمكن ان يكون تلويج القاعدة لحمزة بن لادن هو محاولة لتغطية على سر مظلم للتنظيم كهذا؟ ما هي حقيقة شائعات موت ايمن الظواهر؟ وان القاعدة هي الان بين يدي مجموعة غامضة وقادة غير معروفين اليكم تحليلنا للشكوك المتنامية حول مصير الظواهر يبدو ان احد الاسماء المستعارة التي كان يفضلها ايمن الظواهر هو الدكتور نور هذه الايام اصبح الدكتور نور هو الدكتور الظلام لم يسمع منه احد شيئا منذ فترة طويلة ولم يشهد احد دليلا موثوقا على انه على قيد الحياء بل على العكس من ذلك فان الرسائل الاخيرة القادمة من الظواهر تتحدث عن امور قديمة ولا علاقة لها بالاحداث الاخيرة على الرغم من ان التحولات الكبيرة التي تحدث فيما يتعلق بالقاعدة حتى بعد ظهور مجموعة غامضة تطلق على نفسها القيادة العامة للقاعدة من هؤلاء ومن هم اسيادهم؟ في الواقع يبدو ان التعامل مع اختفاء الظواهر يشبه كثيرا ما فعلته طالبان حليفة القاعدة اذ اخفت وفاة زعيمها الملا عمر لمدة عامين بهذه الطريقة لن تكون هذه هي المرة الاولى التي يبايع فيها قادة القاعدة واتباعهم رجلا ميتا اذا ما ثبت بالفعل ان الظواهر قد مات ومن شأن تنظيم القاعدة ان يبرر هذه الاكاذيب بسهولة كبيرة لانه يستخدم وسائل خادعة حتى على افراده لتحقيق اهدافه الشريرة اخفاء وفاة الظواهر سوف يكون له بالتأجيد فوائد كبيرة للقاعدة وسوف نتطرق الى هذا الجانب في تحليل اخر خلال الايام القادمة في الوقت الراهن من المهم ان نلاحظ ان ترك ارث غامض كهذا هو امر يتناسب مع شخصية الظواهر ايضا وهذا من شأنه ان يفسر جزءا من القصة ويوضح لماذا كان في الايام الاخيرة يروج لحمزة بن لادن من الممكن ان الظواهر لم يكن لديه اي خيار اخر لانه كان يعرف انه يواجه موتا سابقا لاوانه التشبيه الافضل لحالة الظواهر هي عمليات القاعدة حيث ان صفقاته دائما تكون خاسرة ومظلمة ولن يكون من المستغرب ان يحيط الغموض براحله ايضا وان يتوجه بصفقات التنظيم نحو الموت والدمار موت الظواهر سيؤدي الى تحول في القاعدة لهذا السبب من المهم اولا التأكد من صحة الشائعات حول وفاته ماذا تعرفون عن الشائعات المتعلقة بقتل الظواهر عند النظر الى مصادر موثوقة ما هي العلامات التي تشير الى ان الظواهر قد مات بالفعل ابحثوا في الامر ودعونا نعرف بالنتائج التي تصلون اليها ونبدأ الحوار يستخدم الحرس الثوري سفنا شرعية صغيرة واخرى تجارية خصصة لهذا الغرض الا ان عمليات التفتيش خلال المرور وضبط سفن اسلحة من قبل الرقابة الدولية للبحار دفعت فيلق القدس في ايران لاستخدام اساليب اكثر تطورا تجمع بين استخدام البواخر التجارية والسفن الشرعية الصغيرة لتمرير الحمولة المحظورة الى الحوثيين اصلا ليس عمل من اعمال السياسة السيادة خصوصا لما تكون السفينة في المياه الدولية لا يستطيع التحالف ان يوقف اي سفينة الا مشتبه فيها مئة في المئة وبالتالي كل سفينة تستطيع المرور سفينة صيد اضف على ذلك قد يتم تزوير منفست الشحنة ان هذه متجهة والله الى جبوتي وبالتالي من الفست او الى عمان مثلا وبالتالي منفست الشحنة ما يقدر يعرضها هي بنص الطريق تنفصل او انها توقف وتجيها زوارق وهذا هو الاسلوب الغالب لان شاهدنا فيديو الطيران التحالف يضرب هذه الزوارق تقترب اربع زوارق يتم تعبئة الحمولة وتفريقها ترجع الزوارق على البر ويتم تحميلها بآليات وتستمر هذه الطريقة قررت بنجلاديش الحد من حركة تنقل لاجياء الروهينغا الذين تدفقوا اليها من ميانمار المجاورة هربا من اعمال العنف يأتي هذا في الوقت الذي اتجهت رئيسة زراء بنجلاديش فيه الى نيويورك حيث ستدعو في الجمعية العامة للامم المتحدة الى التضامن الدولي مع بلدها بعد توافد اكثر من اربعمائة الف من اقلية الروهينغا المسلمة الى جنوبها هربا من بورما المجاورة يعقد مجلس الامن الدولي الخميس المقبل اجتماعا لأزراء خارجية الدول العضاء حول انتشار اسلحة الدمار الشامل وسيركز خصوصا على التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية وفق ما اعلن ديبلوماسيون السبت وكانت الولايات المتحدة دعت الى هذا الاجتماع الذي سيعقد خلال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك بعد ساعات على تنديد الامم المتحدة الحازم بتجربة بيونج يانج الصالوخية الاخيرة اكد زعيم الكوريا الشمالي كيم جونج اون امس ان بلاده شارفت على استكمال قوتها النووية مشددا على ان الهدف النهائي من حيازة السلاح الذري هو تحقيق توازن قوى حقيقي مع الولايات المتحدة وتابع متجاهلا البيان الصادر عن مجلس الامن الدولي بعد ظهر الجمعة ان الهدف النهائي هو جعل القادة الامريكيين لا يتجرؤون حتى على التفكير بعد اليوم بخيار عسكري ضد كوريا الشمالية وفق تعبيره اهلا بكم من جديد نتوقف مع جولة الصحافة نبدأ من صحيفة الغد الاردنية التي عنونت طلاب اتراك ينتجون سيارة كهربائية فقد انتج طلاب اتراك سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية بتصميم محلي اطلقوا عليها اسم ديريليش 1251 وتصميم السيارة يعود بالكامل للطلاب ويبلغ طولها 4 امتار وتصل سرعتها الى 110 كم في الساعة وتبلغ قوة بطاريتها 6 كيلواط اليوم السابع المصري عنونت ذكاء اصطناعي يتنبأ بألزهايمر قبل الاطباء بعشر سنوات فقد طور الباحثون طريقة جديدة تعمل باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قادرة على الكشف عن مرض الاعصاب الذي يؤدي الى فقدان الذاكرة بشكل يسبق الاطباء بما يقرب من عشرة اعوام وباستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي يمكن لتقنية ذكاء الاصطناعي الكشف عن العلامات المبكرة للسهايمر بدقة تصل الى 84% والى صحيفة النهار اللبنانية فيسبوك يطلق تطبيقا للمحادثات المرئية الجماعية فقد اطلق فيسبوك تطبيقا جديدا للمحادثات المرئية الجماعية تحت اسم بومفير ويتوفر التطبيق في الوقت الحالي فقط لمستخدمي اجهزة ابل في الدانيمارك وتشير الانباء الى ان التطبيق المنتظر لا تتوقف مزاياه فقط على ان يتيح للمستخدمين اجراء مكالمات متعددة الاطراف ولكنه يتيح ايضا استخدام تأثيرات تشبه تأثيرات تطبيق سناب شات صحيفة القبس الكويتية الاف اليوروهات تسد دورات المياه في جينيف فقد قال مكتب الادعاء العام في جينيف ان عشرات الالاف من اليوروهات تسببت في انسداد مراحيض احد بنوك العاصمة كما تعطلت ايضا مراحيض في ثلاثة مطاعمة في المنطقة المجاورة وقد بدأ الادعاء تحقيقا في تلك الاوراق النقدية غير العادية التي ظهرت في جينيف والى صحيفة البيان الاماراتية قيادة السيارات تؤثر على مستوى الذكاء فقد حذرت دراسة حديثة من ان قيادة السيارة مدة تزيد على ساعتين يوميا تؤدي الى انخفاض مستوى الذكاء وارجعت الدراسة ذلك الى ان العقل قد يكون غير نشط خلال ساعات القيادة حيث يتولى القيادة نظام ردود الافعال وفضلا عن ان الادراك العقلي يتأثر بالعوامل الخارجية التي تصاحب عملية القيادة مثل الاجهاد الجسدي والضوضاء والتلوث الناتجي من عوادم السيارات بين الزياد اسعار المحروقات والاسمدة والمبيدات الحشرية يقف مزارع التفاح في ريف ادلب مكتوفي الايدي اذ تعتمد المنطقة على التفاح كمصدر رئيس للدخل ولعل الحال في قرية كفرحاية يعكس واقع هذا المحصول في مناطق في محافظة ادلب سيما جبلي الزاوية والاربعين تفاصيل اوفى حول واقع الزراعة في سوريا في تقرير مرسلنا احمد امين للتفاح حكاية مع اهالي قرية كفرحاية بريف ادلب فهم يتذكرون لحظة زراعة اول شجرة بالمنطقة بعدما كانت بساتينهم ارضا قاحلة جرداء ولي ابي حسام قصة اخرى مع بستانه المكون من مئتي شجرة الذي عايش مراحل نمو شجره وكان ولازال موسم التفاح مصدر الدخل الرئيسي لأسرته التفاح لنا بقرية كفرحاية مهدد بالانقراط لانه صار كلفة كبيرة والانتياج ضعيف اغلب الناس عم تفكر بقلع الشجرة التفاح نستبدلها بموسم يكون يعطينا مردود احسن وبخ اقل يكون اقل وخلال سنين الحرب يعاني مزارع التفاح صعوبات لا تختلف عن التي يعانيها مزارع اي محصول اخر في المناطق المحررة فابتداء بنذرة المبيدات الحشرية والاسمدة الكيميائية وليس انتهاءا بارتفاع اسعار المحروقة كلها مشاكل تقف عائقا امام تقديم الخدمات لهذه الشجرة الاسمد فقط والمبيدات تعدت الارتفاعات في الاسعار الى اكثر من 15 ل 20 حتى 25 ضعف في بعض المواد فعلى سبيل المثال كانت سيارة السواد البلدي 2000 الى 3000 ليرة سورية اصبحت الان بين 15 وال25 الف ليرة سورية وتعد شجرة التفاح مصدر رزق اساسيا لاغلب الاسر في منطقتين جبل الاربعين والزاوية حيث كانت هذه المنطقة تزود باقي المدن بالتفاح بيد انها صارت عبءا ثقيلا لا يغطي نفقاته في معظم الاحيال يبدو ان مأساة المزارعين في قرى جبل الزاوية ستستمر الى امد طويل فلا حلول تلوح في الافق في بساتين البسطة في ظل غياب تام للمنظمات الانسانية التي تهتم بالزراعة مما يهدد محصول شجرة التفاح المثمرة بالاندثار والتي تعتبر مصدرا مهما للعيش في قرية كفرحايا في رفئدلب احمد امين لاخبار الان من رفئدلب اظهرت دراسة امريكية حديثة ان المشروبات التي تحتوي على نسب مرتفعة من الكافيين وعلى رأسها القهوة تعزز الرغبة في تناول الحلويات وبالتالي قد تسهم في زيادة الوزن ويعتقد الباحثون ان قدرة الكافيين على الحد من مستقبلات الذوق يمكن ان تسبب زيادة الرغبة لدى الاشخاص في تناول المزيد من الاطعمة ذات النكهات الحلوة افادت دراسة امريكية حديثة بان الواقع الافتراضي قد يساعد على تخفيف الالم عن طريق صرف انتباه المشاركين فيه عن اوجاعهم واحداث تغييرات في الدماء ووجد الباحثون ان الواقع الافتراضي قد يساعد في شكل من اشكال العلاج السلوكي الذي يقوم على مساعدة المرضى في تغيير استجابتهم للألم عندما يشعرون به قبل الختام هذا تذكير بابرز العنوي النظام السوري يقصف مناطق في دير الزور وريف حماء الشمالي بريطانيا تقدم اقتراحا للاتحال الاوروبي بشأن مكافحة الارهاب وفرنسا تحذر من هجمات ارهابية محتملة بنجلاديش توجه انذارا بشأن ازمة الروهينجا في الجمعية العامة للامم المتحدة وصلنا للختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الالكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم ايضا متابعة بثنا المباشر في الموقع ذاته بعد قليل لا التقيكم بموجز لاخر واهم الانباء ابقوا معنا اشتركوا في القناة